اهلا بكم عزائي شباب في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامجكم شباب على الهوى برنامجنا من الشباب ولشباب والنهاردة بنعيد على الشباب وعلى مصرنا الحبيبة وإحنا في أيام أعياد مبارح كانت ذكرى خالدة ذكرى نصر أكتوبر وبكرة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم مولد سعيد على الأمة الإسلامية والعربية ونصر أكتوبر نصر أيضا بتحتفل به الأمة العربية والإسلامية نصر أكتوبر هو نصر العزة والكرامة هذا الشهر شهر بيتميز بانتصارات عظيمة انتصارات أكتوبر 6 من أكتوبر و14 أكتوبر موقعة المنصورة لقوات الجوية انتصارات متتالية فعلا هو شهر العزة شهر النصر الشباب أكيد عنده الكتير من المعلومات عن هذا الشهر الكريم عن شهر أكتوبر عن هذا النصر رغم أنه ممكن يكون معظم الشباب معاشي هذه الفترة لكن تواصل الأجيال مهم جدا عشان كده إحنا النهاردة في حلقتنا هتكون حلقة مختلفة هنقدم نشرة أخبار شبابية في الفقرة الأولى والفقرة الثانية هنتكلم عن دور الإعلام وازاي يكون فيه تواصل وازاي الاحتفالات بالنصر وازاي ممكن نرسخ للاعتزاز بالوطن وازاي نرسخ أيضا للتوعية بهذا النصر العظيم والانتماء للوطن كل ده هنعرفه النهاردة في حلقتنا في شباب على الهوى فتابعونا بعد الفصل رجعنا لكم عزيزي الشباب وزي ما قلنا أولى فقراتنا هي فقرة شبابية جدا فقرة أخبار هنقرأ أهم الأخبار النهاردة الفقرة الأولى أو الخبر الأول هيكون وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات ذكرى انتصار السادس من أكتوبر بالأصمرات شاهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احتفالية وزارة الشباب والرياضة بذكرى احتفالات مصر بانتصار حرب السادس من أكتوبر بالمدينة الشبابية الأصمرات بحضور الواء أركان حرب محي الدين نوح بطل من أبطال حرب أكتوبر من الصعقة المصرية أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم الفخر والعزة للمصريين جميعا والذي يوضح مدى قدرة الإنسان المصري على بزل الجهد في سبيل إعلاء الوطن وتحريره وعرب الواء أركان حرب محي الدين نوح عن سعادته بالتواجد اليوم في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والشباب المصري والحضور الكريم واستعراض الواء محي ذكريات حرب أكتوبر للحضور ومدى الفخر واستعادة التي شعروا بها لاسترداد أرض مصرية غالية ده كان الخبر الأول والخبر الثاني عن انطلاق المسيرة الشبابية بالمينيا بمشاركة 800 شاب وفتاة احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة بأول الخبر انطلقت منذ التاسعة صباحا أمس المسيرة الشبابية التي تنفذها مدرية الشباب والرياضة بالمينيا بمشاركة أكثر من 800 شاب وفتاة من أبناء محافظة المينيا وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التاسعة والأربعون حيث انطلقت المسيرة من أمام مبنى المحافظة حتى النصب التسكاري تقدم المسيرة السيد الواء أسامة القاضي محافظ المينيا والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ومنجي محمد عكاشا وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمينيا والعديد من القيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية والعسكرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ حيث بدأت المسيرة بالاستعداد بالتجمع على كورنيش النيل أمام محافظة المينيا مع الاستماع والمشاهدة للأغاني الوطنية والفيديوهات المعبرة عن حرب أكتوبر المجيدة ثم اصطف المشاركين على بداية الطريق أمام مبنى المحافظة نقطة الانطلاق تقدم العرض مجموعة من الشباب لاعب الاسكيت يحملون لافتة المسيرة يليهم السادة قيادات المحافظة ثم باقي الشباب والفتيات والطلاقع المشاركين بكده حتكون انتهت الفقرة الأولى فقرة الأخبار وحنغرق نشوف تقرير عن انتصارات حرب أكتوبر ثم نعود نستكمل برنامجنا وفقراتنا التانية ونستضيف ضفنا الحوار عن هذا الحدث العظيم فتابعونا بعد هذا التقرير وشباب على الهواء طبعا حرب أكتوبر المجيدة بتمثلنا تضحية أجدادنا عشان احنا نايش بالقاء يعني تضحية أجدادنا ضحوا في سبيل الله وفي سبيل الوطن عشان نستقبل أولادهم وأحفادهم بعد ذلك طبعا احنا عايشين دلوقتي في ظل اللي هم عملوه في ظل اللي هم قدموه حرب أكتوبر بتمثلنا انه طبعا شرف طبعا الجندي المصري انه هو طبعا حرب في حرب زيديت وكمان الحرب دي تدرس لحد الان في الاكاديميات تمام العسكرية في جميع يعني انحاء العالم بتمثلنا ان احنا انتصارنا أثبتنا قوة الجيش المصري قدام العدو الإسرائيلي وأثبتنا ان مصر دولة قوية ودولة لها مكانة كبيرة في الوطن العربي ومش من دور النامية زي ما الجميع كان معتاقد في فترة من الزمن كانت مصر فيها حتميا كانت وقعا بالعكس احنا كسبنا وباننا قدام دول كتير قوي ده قوة حاجات كتير جدا عندنا في الدولة من ناحية اقصاد وسياحة وحاجات كتير جدا بتمثل أصالة الجند المصري وقد دي هو قدر يكافح الأدوان الإسرائيلي على سيناء وخطة الرئيس محمد أنور السادات اللي ما زالت لحد دلوقتي بتدرس تجعنا لكم عزائي الشباب وذكرى التاسع والاربعين لانتصار حرب أكتوبر هنفضل نحتفل بها على مدار أعوام وأعوام انتصار أكتوبر ما كانش مجرد انتصار هو تحويل لمجرى التاريخ هو رد اعتبار وكرامة وعزة دفعنا كتير من الشهداء من الجهد اللي بوزل بعد ألم جامد أو صفع جامدة بتتمثل في 67 لكن قدرنا نرد اعتبارنا وقدرنا ننتصر على جبهات كثيرة مصر طبعا كانت في المقدمة لكن كان معانا جيوش عربية سوريا وغيرها هذا النصر بالتأكيد كان علامة مميزة ولا زال لأنه زي ما قلت حول مجرى التاريخ اللي عاشوا النصر ده كانوا محظوظين استمتعوا به لكن الشباب اللي بس بيسمعوا عنه أكيد محتاجين دايما في كل ذكرى وغير حتى ذكرى نصر أكتوبر يسمعوا عنه كتير ويشوفوا أمجاد أباهم وأجدادهم ويشوفوا الأجيال اللي فاتت قدمت ازاي الكتير من التطحيات والدماء عشان تحافظ على هذا الوطن عشان يكونوا على قدر المسئولية في المستقبل طبعا برحب بضيفي أستاذ ياسر أبو العز مدير تحرير جارية الكمورية أنا بحدثك كل سنة وحدثك طيب بنحتفل بنصر أكتوبر وكمان غدا إن شاء الله المولد النبوي الشريف كل سنة وحدثك طيب يعني هنتكلم طبعا عن نصر أكتوبر وازاي قدرنا نحول النكسة الانتصار عظيم استعجب له العالم كله زي خط برليف الحصين الاستحالة لا يقر زي بميا بقراتين مياه وبعبقرية المهندس المصري والمقاتل المصري قدرنا نحن نستردسين مرة أخرى الأول بهن كل الشعب المصري وهن قوات المسلحة بعيد الناصر العيد التسعة واربعين لانتصارات أكتوبر المجيد أولا استطاع الجيش المصري أنه هو يحشد العزيمة زي ما حدت فضلت بعد الصفعة في 67 ولكن إرادة الجند المصري والعقيدة القوات المسلحة أن الجيش المصري جيش لا يقهر فجيش المصري له تاريخ زي تباع وتاريخ طويل بدأ منذ الفرعنة وأمتد إلى العصر البطلمي وأمتد إلى في الدولة الإسلامية وحتى هذه العصر العصور المعاصرة فالعقيدة المصرية دائما أن الجند المصري زو عقيدة دائما لا ينكسن فبعد هزيمة 67 استطاع الجيش المصري أنه هو يعمل على عادة استرداد الكرامة المصرية من خلال التدريبات والتحديث الذي حصل القوات المسلحة بعد 67 وفترة الاستنزاف حرب الاستنزاف كانت من المعارك الأساسية التي حشدت وشهدت بطولات كثيرة في هذه اللحظة وحشدت لحرب 73 فعلى مدى من 67 إلى 73 لم يعطي الجند المصري أي باعه للعقيدة الإسرائيلية التي كانت دائما تصدر أنه الجيش الذي لا يقهر استطاع حرب النفسية الحرب من خلال حروب الجيل الرابعة طبعا كان هم دائما بصدروا أنه جيش لا يقهر وأن الجيش المصري أو الجيش العربي لا تستطيع أن تفعل أي شيء بعد هزيمة 67 فكانت دائما هناك حرب نفسية وتتتردد دائما بأنه لا توجد حرب وخلاص يعني أنه انكسار بدأ الانكسار على الجيش المصري ولا يستطيع أن يقوم بحرب أخرى بعد هزيمة 67 ولكن استطاعت القوات المسلحة أن تعيد بناء الجيش المصري استطاعت من خلال قائد صد السواريخ الذي تم بنائه على أحدث الطراز كذلك استجلاب طائرات على أحدث شيء وتحديث القوات الجوية المصرية وكذلك التحديث المدفعية المصرية وتم تحديث كامل القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت استعدادة ليوم الناصر في ستة كتوبة جميل جداً يعني كمان حضرتك لو تكلمنا عن دور الإعلام ودور الشعب يعني إحنا فترة النصر كان الشعب أيضاً بيشحن هممه أنه هو يساند الجيش في هذا التوقيت كان فيه دور قوي جداً كانت كل أم بتبعت ابنها وهي عايزة تسترد كرامتها كان كل أسرة كل يعني حتى فترة التهجير مدن القناة كانت البيوت بتستضيف اللي جايين من القناة وكل ده كان بيبقى ورق جيش دعم ليه طبعاً حضرتك تعلمي أن أصلاً يعني ضبيعت الشعب المصري يعني ضبيعته أنه هو دايماً بيحشد دايماً بيحشد وراء قوات المسلحة أنه هو ليه دور أن القوات المسلحة هي العامل الأساسي للدفاع عن الأمة فدايماً كانت الأسرة المصرية تعمل على يعني في هذه الفترة اللي هي فترة دائماً كما شاهدنا مثلاً من خلال الأفلام أو المسلسلة التي قدمت استقبالهم للجنود وأنهم ذات قيمة مختلفة وحسوهم على القتال وعدم الخوف فكانت الأمهات الساكلة دائماً يعني تكون فرحة باستشهاد أبناهم في المعارك والبطلات المسلحة كمان لحظة العبور وقوة الإيمان في شهر رمضان وهم صادمين الساعة 2 الدهر على كلمة الله أكبر وهم بيعبروه إلى أي مدى كانت الكلمة دي بتهز الروح المعنوية بتقوي الروح المعنوية للجيش المصري وبتهز العدو طبعاً اختيار السادس من أكتوبر والعشر من رمضان كانت توقيت عبقاري للقائد الشهيد على الرئيس أنور السادات باختيار هذا اليوم مع باقي قائدة القوات المسلحة باختيار هذا اليوم بالذات اللي هو يوم العاشر من رمضان وفي نفس توقيت الساعة السانية تظهراً يعني أنا على حد معلوماتي أن الطيارات المفروض أنها بتطلع في الضوء أول ضوء للنهار أو آخر ضوء يعني مش في النهار مش اتنين الضهر يعني كان طبعاً خداع عبقاري أنه هو اختار هذا التوقيت خداع استراتيجي يعني خداع استراتيجي بالنسبة للقوات المسلحة المصرية أنها تختار الساعة الثانية الضهر دي وقت صدوع الشمس يعني عوامل منها مثلاً ما هو سياسي واقتصادي ويعني من قلال الخداع ده استطاعت الرئيس السادات أن يقنع العالم كله بحالة لا سلم ولا حار يعني أنه هو مش هنحارب هنحارب أو مش هنحارب فدائماً ده كانت العقيدة اللي كان دائماً بصدروها للإسرائيليين وللعالم أجمع يعني من خلال أن المصر لا تنوي الحرب في هذه اللحظة وغير قادرة على أن هي تقوم بأي حروب في هذه الفترة وأن الجيش المصري غير قادر بعد هزيمة 67 فدي كانت من العبقرية العسكرية في الجيش المصري في أنه هو يصدر للعالم هذا الفكر بالذات حتى أن الولايات المتحدة والمخابرات الأمريكية والموساد لم تستطع أن تحصل على أي معلومات بأن الجيش المصري سوف يقوم بضربة في 3 أكتوبر لأنه كان دائماً التفكير أنه بيصدر لهم أن العساء مثلاً في عمل تسريح لـ 30 ألف أكتر من 30 ألف جندي كانوا على قوة القوات المسلحة بلت محاربين كثير شارك في أكتوبر كانوا بيرولي أنه هما نفسهما كانواش يعرفه أعرفه في آخر لحظة وهم طلعين يحربوا بس هما كانوا بيعملوا يعني حرب الاستنزاف كان فيها الكثير من الخطوات الحربية فكانوا فاكرين أنهم رايحين مأمورية زي ما كان بيحصل في حرب الاستنزاف وبلغوا في آخر لحظة دي الحرب ما دي كانت الحالة اللي هو كان عايش فيها العدو أنه هما بيعملوا تدريبات أن الجيش المصري يقوم ببعض التدريبات وقتنفض هذه التدريبات ويعلن الطوارئ في المطارات وفي الجميلة وخالدة وعيشة معانا حتى الآن يعني أكيد الأفلام دي احنا أكيد ربنا حتى عليها ومن روحنا صغيرين بنشوف إزاي كانت بتقدم من خلال الأفلام اللي تقدمت عن الحرب رصاصة ما زالت في جيبي بدور العمر لحظة يعني الصدق الفنان محمود يسين علي رحمة الله قدم كتير من الأفلام التي تحس على كانت تحكي الواقع أو القصص البطولية من هذه الحرب التي كانت تعمل على خلق الوعي أو زيارة الانتماء الوطني لكل المصريين كانت تصدر من الداخل من حس داخلي فعلا يقدم قصة واقعية لكثير من أقاموا بالقصص البطولية فهذه الأفلام والمسلسلات التي قدمت عن القصص الحرب تابعها كثير من المسلسلات التي تحكي كثير من البطولات المخابرات المصرية وكثير من الملفات المصرية التي تقدمت منها جمعة الشوان دموع في عيون وقعها بئر الخيانة يعني كثير من هذه البطولات التي قامت بها المخابرات المصرية كانت تخلدها من خلال الفن وتقدمها كما حصل مثلا شفنا انتج عن الحرب العالمية الأولى أكثر من 300 عمل انتج عن الحرب العالمية الثانية أكثر من 250 عمل فالفن هو على ترابط الأجيال يعني تقديم الجيل يعني في ناس ما حضرتش الحرب دي أو ما شفتهاش فأحسن طريقا أنه تقدم أو عن طريق القصص أو عن طريق القصص أو الحكي هذه الأفلام أو المسلسلات أو الأغاني حتى يتم الترابط بين الأجيال جيل يعني يتلو جيل آخر وتكون هذه عبارة عن قصة نجاح لأفضلنا في حرب 73 فالفن هو القوى النعيمة القوى النعيمة التي تصل إلى كثير من العالم وتصل إلى كثير من اللغات المختلفة حتى نحكي قصة نجاح أبهاتنا وأولادنا وما قدموه من تضحيات وبطولات لكي تقوم هذه الأمة وتصل إلى ما نحن إليه الآن يعني إلى انتصار في هذه المعركة أو في هذه الحرب حرب أكتوبر بالتأكيد دي كانت أحد المعارك ولا زلة المعارك مستمرة لكن إحنا دلوقتي في معركة الوعي إزاي ممكن نرشد شبابنا إزاي ممكن نوعيهم أو ننتصر في معركة الوعي خاصة لدى الشباب إزاي نعزز انتمائهم لدى الوطن خاصة أنهم ما شافوهوش ده ما شافوهوش ده أكيد ممكن زي محررتك ذكرت أفلام وأعمال درامية وأعمال غنائية لكن هي مش على القدر إحنا عايزين أكتر يعني في الوقت الحالي بدأت الدولة تتجه لهذا الاتجاه لتقديم يعني الرموز الخالدة والتي قدمت تضحيات وما شفناه في فيلم الممر الذي قدم بطولة يعني حكى عنها كثير من الشباب وانجذب إليهم كثير من الشباب وكان لديهم النية للتعرف على تاريخ أباءهم وأجدادهم وما قدموهم التضحيات فالفن هو الشيء الأساسي الذي يقدم ويخلد التاريخ الجيل في الوقت الحالي لديه كثير ما يشوشه بعد ظهور السوشيال ميديا السوشيال ميديا في هذه البلد ويشوف الاتجاه المعادي للجماعة الإخوان الإرهابية نجدهم شوف ما يقدموه من تضليل وتقزيم لكل ما هو نافع في هذه البلد أو من يتم من تحديث أو من يتم فيه من إقامة مشروعات فمن لاحظ أنه أي شيء يتم يعني عملية غسيل أو بلورة من خلال السوشيال ميديا أو من خلال القنوات الفضائية التي تبس من الخارج فالسوشيال ميديا أصبحت في الوقت الحالي عبارة عن مجموعة تستخدم كأنها الفكر الذي يتم به هدم الشعوب من خلال القضاء على كل المبادئ الموجودة في المجتمعات من خلال التي تربينا علينا من خلال تلوى الأجيال وكذلك عملية أنه هو فضي يعني دايماً بيبس له أنه أنت في ضياع على طول أنه ما فيش لك مستقبل نحن لينا دور كأعلام في معركة الوعي أيضاً الفن والدراما حضرتك طبعاً كصحافة يعني أدوار يجب أن نقوم بها على أكمل وجه لتعزيز الانتماء لدى الشباب والتنمية الوعي يعني كلمة أخيرة هنختم بها حضرتك طبعاً بنقول كل سنوان أنتوا طيبين بمناسبة أكتوبر وحضرتك تحب تقول إيه كنصيحة أنا كنصيحة أقول أن نحن يعني لشبابنا الأول بقول للشباب يعني أخذوا قدوة ما تاخدوش كل ما يبس في السوشيال ميديا أنه هو شيء أساسي أمر لأنه ده بيبقى يعني السوشيال ميديا دي عبارة عن يعني هو شغل المخابرات للوصول إلى هدم الدول من خلال يعني برامج وحاجات كتيرة تصرف عليها مئات المليارات لأنه هو توصل إليه يعني في نهاية لقاءنا طبعاً بشكر حضرتك وبقول للشعب المصري والشعوب العربية كل سنوان أنتوا طيبين نصر أكتوبر عملوا الأجداد والأباء وإحنا جادرنا أن إحنا كمان من نصر النصر إن شاء الله شبابنا بحماسه حيقدر يعبر كل المعارك حتى معركة الوعي كنا معاكم مشاباب على الهوى إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق أعمال جديد ترجمة نانسي قنقر